اشتركوا في القناة شربناك قهوة قاعدناك على فيو كابتن ونرحل فيك بمكاتبنا بموقع طقس العرب أهلاً وسهلاً شربت أنا فيك يعني كابتن بكرة اليوم المنتظر لكثير ناس بكرة رجعت النواد الرياضية ألف مبروك إن شاء الله أمركم في كل تباب بس أنا يعني بدي أسألك حالياً يعني 80% من الناس اللي كانوا يلعب رياضة ومستمرين على الرياضة اللياقة عندهم نزلت يعني المدة اللي قاعدناها كيفية لأن اللياقة تنزل رح يكون في صعوبات على الرجعة الرياضة والجيم كابتن هي أكيد صار في صعوبات لأنه كان متعود على فترة طويلة أي شمعين على تمرين على طعام على نظام كامل بالفترة هاي اللي وقفوا فيها أمي أنا عم بشوف في هاي الفترة الصبح ما شاء الله الناس عم تمشي بالشوارع وعم تركض ومبسطين أمورهم تمام بس هذا ما دخلوا بتمرين الجمات بشكل عام فأنا بنصح نصيحة يريد كل واحد بس يفوت الجم بعد هاي القطعة خصوصا حتى لو بيمشي كل يوم وبدو يمارس التمرين الرياضية أنه شوي شوي يعمل التمرين الإطالي بشكل عام أوزان ما في دائم من أولها بس فترة معينة وبعدين برجع الأمور طب كابتن قد ممكن تقعد لترجع اللياقزة أول يعني خلني أقول لك مثلا أنا لاعب بوكسنج لاعب ملاكمة لمدة مثلا سبعة شهر متواصلين على تقريبا حصلنا قاعدين فترة طويلة كم بدها لترجع اللياقزة كابتن وكم بدنا لنرجع نفسنا صح؟ هلأ باعتمد على اللاعب وقدش إله فترة كان يلعب قبل وبعد إذا حدا مبدئي بده فترة لياقة من أسبوع لأسبوعين يبلش يباشر شوي شوي وصير يتطور فيها بينما إذا حدا متمرس بهاي الرياضة وقاطع فيها مشوار طويلة أو مدة طويلة ومضبط فيها وقاطع بس هاي الفترة نحن نحكي ما بده خمسة أيام وسبوع واحد يدير باله على تمرين الإطالة على شوي شوي الكارديو يزبط شوي شوي ليتعود على الأكل وبرجع بسرعة ولياقته زميه طيب مئة بالمئة نحن مؤخرا نسمع عن إشي اسمه كابتن تمرين الإطالة اللي هي التمرين صارت أتوقع مؤخرا إشي اساسي يعني أنا ملعب رياضة من زمان وكذا ما كانش فيه كثير ناس أو من الكوتشز اللي بيدربونا والآخرين يقولون والله أعمل إطالة أو أعمل بدي كمان يعني أنا وياكو المشاهدين نعرف إحنا رجعتنا هاي لما يكونوا اللياقة شوي نازلة تفاديا للإصابات موضوع استراتشينج مصبوط فقدي المفروض أنا أعمل استراتشينج وهل أعمل قبل أو بعد التمرين كابتن هو يفضل قبل وبعد التمرين تمرين الإطالي وأنا بنصح نصيحة لكل حدا بدو يبدأ بالتمرين يريت بس لو انه يمشي يحميله شوي عشر دقائق قبل التمرين يشاعي كتير عم بيمشوا أكتر من عشر دقائق بعدين ببدو في التمرين هذا لا يجوز احنا منعمل إحماء أول شيء على الكارديو وبعدين تيجي تمرين الإطالي منعمل فول بادي تقريبا هم ثلاث دقائق أربع دقائق وبعدين نعمل التمرين تبعا وبعدين بعد التمرين منعمل كمان الإطالية هنا نحن نتفادى الإصابات نتفادى إذا عندك دائماً هناك إصابات تصير بالعضلات لا يوصلها دم هنا نضمن أن العضلات يوصلها دم وكسوجين ويصبح تطور قليلاً قليلاً كبتاليث بالنسبة لموضوع الإحماء كثير من النوادي لا أعرف إيها أخطاء أنه أطلع على التردمل 10 دقائق وتعلي كافي بعد فترة من التمرين 10 دقائق إحماء على التردمل؟ هي ليست مثل 10 دقائق ولكنه يفضل أنه لا يطول أكثر قبل التمرين لأنه إذا نزيد أكثر من ثلاث ساعة على التردمل قبل التمرين سينزل منسوب الأكسوجين في الجسم فهي يصفي التمرين كثيراً تعب عليه وآخره فنستغل العشرة دقائق إحماء مع التمرين إيطالي نعطيه التمرين وبعد التمرين نخرج على الكاردو على التردمل فهنا يستفيد ويصفي العضلات يتفضي جسمه من الماء ويخلص ويضبط أموره ومنها يستفيد 100% يعني دعنا نحكي هذا الموضوع العشرة دقائق نحن نحكي عشان ينظل فيه أكسوجين للعضلات تستخدمه أثناء التمرين 100% لأنه إذا أكثر من نص ساعة تفرض بالتمرين أنا والله من رأة زويتها ما قدرت أكمل هذه المساعة لقبل وبعد بيبني لكل كابتن خلال فترة القاعدة في الدار فلت أكل والأمور يعني فلتت راحت رايح شعور مطالع تربل نازل نفسية تعباني أسألك سؤال جمد علي بصراحة خبصت خلال القاعدة هاي أنت يعني يا عمي أنا بدي حدا يواسيني يعني بدي يحكي مثل كابتن خبصت في الأكل إذا راح أحكي لك لا لا بدي أحكي لك أكيد خبصت خبصت في الأكل أكيد طبعا طبعا فأخذنا إحنا عارفين إنه راح يكون بريك وإن شاء الله المد يقول الحمد للأنا ما طولت الحمد وهينا رجعين للجماعات فنفسيا يعني الواحد برضي إرضاء للنفس شوي أنه يلا اليوم بدي خلص الجماعات فات مسكري وعطلي وكذا فأبدأ أكل براحتي بدي أعمل كذا يعني فتحت أكل كابتن لي يعني فتحت أكل الرياضي بتدائق لما تسألوها لا 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 بحكي تحكي بصراحة لا بحكي بصراحة طيب ما هو الحل؟ إحنا يعني نظل فتحين أكل ونعب الرياضة أو ما هو الحل؟ كيف أنا بدي أرجع أمسك بعد ما صارت عندنا الشراهة هاي وفتحة الأكل المزبوطة اللي صارت خلال الفترة الماضية تمام إحنا لما حكينا إنه فتحنا أكل إحنا يعني كنا زمان إلنا يوم واحد نحكي له فري داي ومش فري يوم كامل فري هي وجبة واحدة بتاكلها سواء إنه حلو أو وجبة تكون عادية هاي أنت بتقدر تاكلها بالأسبوع أما من الصبح لآخر نهار وأنا عم باكل اللي بدي هيك ما بسير بالنسبة للشباب يحاولوا أول مرة اتعودوا على فترة الكسل جسم متعود على الكسل مرة واحدة على الطول يمسك دايت أو يغير الأكل الصحي أو ايك أنا بفضلي يكون أكله صحي وبعدين يغير شويلة دايت يوم واحد الأسبوع يأكل بنفسه لو شوي أنا ما أبدا صح بس بحكي إنه تحييق للنفس وبعدين يستمر ويمسك أكله يستمر ويمسك أكل ويمسك أكل ويمسك أكل طيب بدنا نحكي الآن عن السبليمتس كابتن هلأ هناك سبليمتس ممكن تساعدنا هلأ أنت حكيت كلمة جوهرية إنه الجسم متعود على الكسل فبالنسبة له إنه أنا أمسك دايت مرة واحدة صعب وبالنسبة له إنه أنا أعطي الرياضة مرة واحدة برضو صعب فهل في سبليمتس معينة فيتامينز معينة أشياء ممكن تعطيني ديورنج التمرين خلال التمرين مثلا تعطيني طاقة تعطيني أنيرجي إنه أقدر أكمل لعبين بس ما أطلع من هاي فترة الأسبوع العشر تيام اللي أنا بكون لسه جسمي مش متعود فيها على الحركة نعم أنا بنصح مش ما بنصح بس أنا دائما بفضل وبنصح أنه يروح دراجه أخصائي حلو بالمكملات الغذائية أنا أحترمك على هاي الجواب الله يصدق لأنه دائما أنا بنظري المكملات الغذائية هي الخيار الثاني لبعد الأكل يعني وجد المكمل الغذائي أنا ما توفرت عندي وجبة أوفرها وأأكلها ففي عندي أوبشن إنه هو بروتين إنه أمشي لأنه ما توفرت عندي بس ما بقدر أحطه أنا أساسي بالنسبة للفايتامينز أنا ما بقدر أخذ فيتامينزها قبل أن أعرف أن الطبيب يقول لك ما ناكسك و ما لازمك أو أخصائي التغذية أو الأخر أنه تحرف أنه ورايح أنت ما ناكسك و ما لازمك بالنسبة هي أكيد مكملات من اسمها مكملات للغذاء فوجد الغذاء وبعدين أنه نرجع للمكملات الغذائية طيب أنا كمان بدي أحكي وهذه نصيحة بحب دائما أستغل وجود الرياضيين رياضيين مميزين زيك كابتن ما شاء الله عليك الشباب اللي بروح بوقعوا بموضوع غز الإبر الهرمونات الكذا يعني والله عم نسمع شباب يلي بصير معاه فشل كلوي يلي بتأذلك بتتبعه بدي نصيحة كمان اللي بيتابعه برضو هسه مع رجعت النوادي بكون الشب يعني عضلاته نفسه مستعجل غز إبر بنغنفخ بسرعة الحماس هذا ممكن يوديه برضو على طريق ممكن يؤذيه نحكي عن قدي هاي الإبر ممكن تؤذي كابتن أنه على الطلاع أكثر وأكيد فيه كيسز انت طلعت عليها وشو تنصح كمان المشاهدين والشباب اللي بتابعونا أنا بنصح الشباب بشكل عام إخواني بنصحهم بشكل عام كلهم لعبة البودي بيلدينج والحديد هي لعبة صحة من الداخل ثم من الخارج صحي هي أكثر رياضة بدها صبر صحي والإنسان بطبعه عجول شوي فأنا كلما أصبر كلما تيجي النتيجة على فترة أطول كلما تكون أحسن وكلما تكون أمد طولة يعني بتصمد معك بالجسم أنا بنصح ما في داعي تلجأوا لهذه الأمور في البداية لأنه أنت شوف حالك لو أن رايح أنا متعكد إذا بلتزم بوجبات معينة بدون أي أخطاء بلتزم بتمريني كتير معين بدون أي أخطاء ومع أشراف إذا أنه كوتش أو أي شيء راح تصير أموره كلها مية بالمية حتى هو راح يستغرب لأنه الجسم بيشتغل كتير منيح مع النظام لأنه إحنا بكلنا نظام جسمنا كله نظام فأنت تمشي على الهواء وخصوصا بهاي القيم وهاي الرياضة وأهم من كل هذه الشغلات أنهم كتير مهمة أنهم بدري وتصحة بدري هذه الحالة استشفاء عضالية تطور أسرع وصحة أكتر هناك سؤال من مخرجنا براهمة تفضل تقول لي الانحيف واللي ما بنصح بدي ينصح شو يعمل؟ يدير بالا حاله على فكرة مش شرط الانحيف إذا بيأكل كل شيء ما بنصح بس فيه شغلة كتير مهمة أنا كنت كتير نحيف وما أنصحت وما بلاشت أنصح إلا مرست الرياضة لما مرست الرياضة صار جسمي يطلب أكتر أكل فالطبيعي طبيعي إحنا لازم نزيد من الكاربوهايدرات مش شرط لازم تكون أنت نحيف عشان تأكل الكاربس الكاربس هو وقود الجسم صحيح وبدون الكاربس فيه مواد كتير ما بنتصر الجسم يعني فرضا أنا خلص التمرين بعد التمرين لازم أستنى شوي وبعدين أكل وجبة لازم يكون فيها كاربوهايدرات أي نوع بطاطا روز اللي هو ويكون معها بروتين وخضاره وآخره هاي يعني المحترف عليه لأنه إذا ما أكلنا بالبداية ما منعوض إحنا الجهد اللي بدلنا أو الطاقة اللي فخدها الجسم ولذلك إذا ما تم كاربس متوفر ما رح يتم ابتصاص البروتين بشكل كامل يعني كابتون تحكي لك إحنا مخرجنا براهم لو بلع الكرسي ما رح يصير معي شي تعرف هذول تعرف الانحاف اللي بكون محرقة جسمه اللي أنا يعني بحسده إنه بوك الكل إيش بده يعمل صلقتي بضل لا بالعب رياضة بدير بالوحاله بس اهتم بالوجبة اللي قبل التمرين وبعد التمرين اللي هي كاربوهايدرات ترفعهم شوي بإن شاء الله رحيت حسن بإن شاء الله كابتون يعني جدا مستمتع في الحديث معك وإلنا لقاءات إن شاء الله قريبة مع بعض بدي بالنهاية نصيحة لكل الناس وكل الشباب المقبلين والراجعين على الجمهات أهم شيء حاليا مع هاي الراجعة نصيحة لكل اللي بشاهدون نصيحة حبايبي وإخواني وكل رياضين وبتهموا بهذا المجال شباب ما تفوتوا دخلي كاملة يعني ما يفوتوا مرة وحدة كاملة أنا سباق وحكيت إنه هاي اللعبة صبر وهي كل ما تعطيها بعقل مش إنه بفعل كل ما هي تعطيك أكتر فاهتموا بالإحماء احتموا وضبطوا الأكل شوي شوي انتبهوا ما تمشوا كتير قبل التمرين خلي المشي لأكتر داما بعد التمرين ووالله يعطيك العافية يا رب يا رب خطروا ببالي سؤال بس برضو كابتون في النهاية موضوع الرياضة وفصل الشتاء بفرق عن الرياضة مع فصل الصيف شو الأشياء اللي بتفرق؟ فيه كتير أشياء هي من أهمها اللي هو الووتر اتنشن الجسم اللي بالشتاء بيزيد الكسل عنده أكتر من الصيف أقل ما فيها بالصيف من العام المناخي أنه انت بتعرق كده لأخيره فأنه بيرشح جسمك لبره الشتاء قليل كتير فبدكوا تنتبهوا بهاي الشغلة أكتر إشي بدنا أنمارس الرياضة خصوصا ننتبه كتير على الطعام اللي هو بعد فترة العصر كتير ننتبه عليها وخصوصا ما في داعي أنه نزيد من الملأح ونزيد من الحلويات والتخبيص بالأكل بالليل خصوصا بالشتاء لأنه صعب يتخلص منه الجسم زي الصيف صعب يتخلص وأنا تركع كمان شرب المي خلال الشتاء مهم في ناس تنسى تشرب مي بالنهار أنا معك كتير مهم بالليل بشتاء أو بصيف ما بسيل لأنه بحبس الجسم مي وبالعادة بنسمعها المعلومة كلنا وهي صحية أكيد كاسة مي قبل ما تنام هي مفيدة للقالب لو دور الدمية والآخر أكيد مية بالمية كابتن الله يعطيك ألف عافية الله عافية وإن شاء الله يا رب زي ما حكيت لك نلتقي فيك بمرات جاية إن شاء الله ونورتنا إن شاء الله يا رب هيك صح صح معنا أكيد لا ومصالح ومعادة القهوة ومهتمام الله يسعدك ياطيك الله خليك الحديث